دي لقطات حصرية لبعثة فريق النادي الأهلي من مطار القاهرة قبل طبعا استقلال الطائرة والتحرك للمشاركة في كأس العالم للأندي بيركبوا في هذه اللحظات زي ما انتم شايفين الحافلة اللي هتتجه مباشرة إلى طبعا مكان الإقلاع الخاص بالطائرة اللي هتتحرك إن شاء الله يعني خلال بكتير أو خلال من هذه اللحظات كل هذه اللقطات وكل هذه الفيديوهات هتبقى حصريا فقط على شاشة قناة النادي الأهلي قدامنا عدد من اللعبين والميزة بقى في تواصل الأجيال لما بنتكلم في 2005 لما كان عندنا جيل عظيم شوفوا احنا بنتكلم في 2021 وعندنا جيل صاعد هيكمل نفس الدور العظيم اللي عملوا الجيل الصابق شفنا أيمن أشرف شفنا كمان دلوقتي هو والتر بواليا شفنا مصطفى شفير شفنا كمان عدد من اللعيبة وليد سليمان الحاول اللي كانت الناس كلها بتسأل عليه خلال الساعات الأخيرة وليد سليمان إن شاء الله موجود مع البعثة ومش عايزة تكلم على فكرة مين في القائمة مين برى القائمة لسه في كلام ولسه عندك توقيت لإجراء استبدال سواء بحد أقصى يوم 30 يناير دون أي تقارير طبية لكن يكون بسبب مفهوم لكن قبل موعد المباراة ب24 ساعة لو هتستبدل تستبدل بتقرير طبي معتمد من طبيب الفيفا اللي هيكون مرافق لكل بعثة خلال الفترة اللي جاية قدامنا عدد من اللعيبة محمود وحيد كمان مرافق للبعثة بالمناسبة وليد سليمان محمود وحيد حمز علاء الحارس الصاعد موجود تلاتة موجودين مع الثلاثة وعشرين اللي تم اختيارهم في قائمة النادي الأهلي المسافرة للمشاركة في كأس العالم الأندية فيه جهاز طبي على أعلى مستوى بقيادة الدكتور أحمد أبو عبلة جهاز معاون جهاز إداري على أعلى مستوى بياخده الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة قدامنا كمان محمد شريف النهاردة كمان بقى لو تبصوا على سوشيال ميديا وتشوفوا تويتر وإنستجرام والستوري وكل واحد بيحط حطة صورة ستوري ليه قهربا بيتكلم عن الحلم محمود عبد المنقم قهربا بعد المشورة طويل ليه كل هذه البطولات أول بطولة دوري حققها كانت موجودة خلال الفترة الأخيرة وأول مشاركة دولية في كأس العالم الأندية بعد سنوات طويلة هيكون لقهربا نصيب إن شاء الله مع النادي الأهلي في كأس العالم الأندية بدر بنون السلطان النجم المغربي الكبير اللي أضاف بشكل رائع في خط دفاع الفريق نهارده بيشارك في كأس العالم للأندية لا بتتكلموا على تاريخ كونك إنك تلعب في الأهلي ده في حد زادوا إنجاز لكن عشان تحقق بطولة ده محتاج منك طموح كبير ده مش بيتحقق إلا داخل جدران القلعة الحمراء لأنه في نظام في سيستم وفي جمهور عظيم واقف في ظهرك بكل قوة سند ليك ودافع ليك خلال الفترة الجاية قدامنا حمد فتحي طبعا دينامو خط وسط دفاع النادي الأهلي سعد سمير العائد إن شاء الله بإذن الله للمشاركة خلال الفترة الجاية بعد ما ابتعد فترة طويلة بسبب الإصابة مروان محسن قدامناه في الصورة وليد سليمان الناس كلها قد تسعى العلم المبارة وطلع التفاصيل وكلام كتير قوي على مشاركة وليد سليمان ووليد اعتذر أصلي فيه ناس قالت إن وليد زعلام يا جماعة والله كل الكلام ده غير صحيح ومن بدري الكلام معروف والناس متفق أو كل حاجة متحضرة لأنه بالمناسبة عايز أقول لكم على معلومة مهمة جدا إرسال أسماء اللعيبة للاتحاد الدولي مش جاي من النهاردة ولا جاي من المبارح ده جاي من أول 6 يناير انت بعدت قايمة أساسية بـ 35 لاعب يوم 6 يناير يوم 22 يناير اخترت من الـ 35 23 لاعب والاتحاد الدولي قالك ممكن تبعدت لقايمة احتياطية تكون معاك في البطولة عشان لو عايز تستبدل قبل 30 يناير ممكن تستبدل ولو عايز تغير بتقرير طبي تقدر تغير قبل أول مباراة 24 ساعة لذلك كل الإجراءات يعني تم التنصيق التحضير لها بشكل رائع جدا ومعروف من البداية من اللي موجود في هذه الرحلة ووليد سنمان منذ البداية موجود وإن شاء الله هنشوف خلال الساعات اللي جاي لأنه ممكن يشون يعني يكون فيه تقرير طبية لسه فيه تدريبات خلال الفترة الجاية تشوف الحالة والجاهزية إن شاء الله قبل موعد 4 فبراير عشان يكون معك 23 لعب على أعلى مستوى في هذه البطولة قدامكم كمان على الشاشة توصيق بقى لهذه اللقطات عايز أقول لكم اللحظات اللي زي دي لحظات تاريخية ما ينفعش تعد علينا كده والناس تخدها وتفرجوا خلاص لا الصور دي بتتوسق النهاردة بتاريخ 29 يناير 2021 في هذه اللحظات الساعة الرابعة وخمس دقائق طائرة النادي الأهلي بتستعد للإقلاع من مطار القاهرة الدولي للصفر والمشاركة في كأس العالم للأندي بصوا على الصورة كل لعب يحاول يوصق هذه اللحظة بالنسبة له لأنها لحظة تاريخية وإنت موجود في النادي الأهلي بتتحقق مرة واثنين وثلاثة لكن ما تعرفش بكرة فيه إيه ممكن لو نصيب مش معاك ولقدر الله مثلا مستقبلك في الفترة الجاية في مكان تاني ممكن ما يحلقش التوفيق إنك تكون موجود في كأس العالم للأندي فكل لعب عارف كويس قوي أهمية هذه اللحظات كأس العالم للأندية وتحديدا مع النادي الأهلي ست مشاركات نهاردة انت بتسافر بالتأكيد في هذه البطولة وكل لعب يحاول يوصق هذه اللحظة التاريخية بالتقاط صورة بصورة جماعية صورة جماعية النهاردة كانت رائعة انت بتتكلم عن نجم تونسي زي علي معلول محمد مجد أفشا في هذه اللحظة مسك تليفونه لحظة تاريخية بالنسبة له بيركب الطيارة رايح مع البعثة كأس العالم للأندية بتتكلموا كابتن الطيارة احنا في لقاطات سابقة قبل كده طبعا يعني تحية كبيرة من كابتن طائرة لبعثة فريق النادي الأهلي ولكل جمهوري النادي الأهلي في هذه اللحظات وخلاص دقائق والبعثة والطائرة تستعد للإقلاع من مطار القاهرة الدولي وسط دعم كبير وقوي جدا من جماهير النادي الأهلي وكل القيادات الرياضية في مصر والقيادة السياسية للمشاركة في هذا الحدث الاستثناء للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله يقدر يعمل بطولة قوية يسعد فيها كل الجماهير وكل المتابعين لأن نادي القرن في إفريقيا لما يكون موجود في حدث استثنائي هتلاقوا ردود أفعال غير طابعية الفرقة وهي بتستعد دلوقتي ليه الصفر دلوقتي في هذه اللحظات الناس موجودة بتستعد لاستيبال الفرقة عبر تجمعات مناطق معايدة بال الفرقة طبقا للجراءات الاحترازية وأعداد كبيرة إن شاء الله من جمهور النادي الأهلي هيكون بيستقبل البعثة لكن مش هيكون في المطار عشان برضو عايز أأكد على الناس هذه الجزئية استيبال الجمهور للفريق إن شاء الله فور الوصول مش هيكون في المطار تبقى للجراءات الاحترازية هيكون موجود على مناطق معينة فور الوصول إن شاء الله قبل التحرك إلى فندو الإقامة كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة على سلم الطائرة الجهاز الفني المعاون إن شاء الله مع البعثة في هذه اللحظات الجهاز المعاون طبعا ميشيل يانكون موسى ماتلعبة طبعا باقي أفراد الجهاز قدامي على الشاشة أيضا كمان عمال غرف خلع الملابس دور كبير جدا مع الفريق في هذه البطولة كل الزملاء الأعزاء البعثة الإعلامية إن شاء الله بإذن الله يقدموا أفضل تخطية خلال الفترة اللي جاية لقطاتها صوت وصورة أنا بقول لكم اللحظات دي بتتوسقوا بالتاريخ والنهارده وانت بتتكلم في 2021 النهارده فيه لعبين سبق ليهم المشاركة في كالس عام الأندية بيطلعوا النهارده صور تسكرية وآي دي وبعد اللقاطات التسكرية اللي خدوا في 2005 و2006 بيطلعوا النهارده عشان يثبتوا ويوسقوا فكرة إن البطولة الكبيرة دي كاليا النصيب والمشاركة في هذا الحدث الكبير عدد من اللاعبين أيضا كمان الزملاء من البعثة الإعلامية إن شاء الله هيكونوا مرافقين للفريق وإن شاء الله هيكون فيه تخطية خاصة لهذه الرحلة المهندس عدل القيعي طبعا مستشار التسويق والتعاقدات في النادي الأهلي والإعلامي القدير مقدم برنامج ملك وكتابة عايز أقول لكم يعني دي لو بتتكلم على المشاركة الستة للنادي الأهلي في كالس العام الأندية المهندس عدل القيعي يعني الحمد لله ليه نصيب من الست مشاركات أعتقد ثلاث أو أربع مشاركات مع البعثة الإعلامية والحضور وتخطية إن شاء الله هتكون موجودة خلال الفترة اللي جاية المهندسة حنان الزيني مسؤولة الترخيص ومديرة الترخيص واللوايح في النادي الأهلي دور كبير جدا الجزء الإداري واللائحي مهم جدا مع الاتحاد الدولي كابتن سامي أمصان كيفين جونسون طبعا مدربة فريق النادي الأهلي والجهاز المعاون طبعا عدد من أفراد البعثة الكل إن شاء الله بإذن الله كل واحد رايح ليه دور مهم جدا هيقديه خلال الفترة اللي جاية وكل واحد ليه يعني هدف معين نقدر نطلع به من خلال هذه البطولة الأيقونة بقى الكابتن سامير عدلي التاريخي الكبير الحافل من البطولات الدولية كجهاز إداري مع منتخبنا الوطني ومع النادي الأهلي بيتسو بيتسو مسماني كمان المدير الفن الأهلي مشاركة تاريخية ليه التانية بالنسباله والكابتن سارد الحفيز مدير الكرة وطبعا كابتن محمود الخطيب رئيس البعثة ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على رأس بعثة فريق النادي الأهلي في هذا الحدث الاستثنائي وهيكون إن شاء الله رئيس بعثة فريق النادي الأهلي في هذه البطولة الكبيرة وأكيد تم تنصيق كبير جدا خلال الساعات الأخيرة من خلال بعثة الأهلي رسمية مع الاتحاد الدولي أكتر من ورشة عمل تمت خلال الفترة الأخيرة للتحضير لهذا الحدث الاستثنائي وبطولة كبيرة جدا كان فيها بتتكلموا ما يقرب من حوالي من أربع إلى ست جلسات ورش عمل تمت في الفترات الأخيرة عشان تبدأ تحدد كل التفاصيل اللي هتشتغل عليها أول ما تركب الطيارة لغاية اليوم التالي للمغادرة عايز أأكد كمان على جزئة مهمة جدا اللجنة المنظمة المحلية مع الاتحاد الدولي مشدد على كل الوفود الرسمية والبعث الرسمية لكل الأندية إنك بعد آخر مباراة بعد آخر مباراة مسموح لك بس 24 ساعة بعد آخر مباراة للمغادرة وده تبقى للإجراءات الاحترازية لأن بالمناسبة كمان فكرة الفقاعة الطبية أو القطيل أو فندق اللي قبل هتكون موجود فيه مفيش فيه نزلاء الفندق بالكامل مخصص للأندية والبعثات الرسمية الموجودة في هذه البطولة مفيش أي نزلاء موجودين في الفندق وده معمول يعني عشان تطبيقا للإجراءات الاحترازية داخل الطائرة بقى أنت بتتكلم بقى على اللقاطات الخاصة اللي مش هتشوفوها إلا من خلال شاشة قناة النادي الأهل قدامكم صوت والصورة وعلى هواء مباشرة من داخل الطائرة الوفد الرسمي هنتكلم طبعا في 68 فرد موجودين في البعثة الرسمية بنتكلم في حروط حوالي 26 لعب هم القوام الموجود فيه هذه الرحلة إن شاء الله للمشاركة في كاس العالم للأندية عندنا ما يقرب من حوالي 12 أو 15 فرد من أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري والمعاون للاعبين خلال الفترة اللي جاية أيضا كمان في مجموعة 8 شخصيات إن شاء الله كلها دور كبير جدا في التنصيق الإداري واللوجستي زي ما قلت بداية من الكابتن محمود الخطيب رئيس البعثة المهندس خالد دامورتاجي اللجنة الطبية رئيسها دكتور محمد شوق التنصيق الأمني العميد محمد مرجان وكذا دور لكذا فرد هيتم خلال الفترة اللي جاية في هذه البطولة الكبيرة بإذن الله عايز كمان أتكلم على جزئية مهمة جدا متعلقة بملاعب التدريب ملاعب التدريب كلها من الغشب الطبيعي ملاعب المباريات هم ملعبين ملعب أحمد بن علي وملعب المدينة التعليمية الملعبين دول بيسعوا لأربعين ألف متفرج لكن الساعة المخصصة للجماهير في حضورك المباريات 30% فقط من ساعة الملعب نتكلم في حوالي 13500